اشغلك كده والتبط تصير كده لا تخاف خليني اجيب عصاتي السحرية وبتعويضته الخارقة راح اخليك اسرع محرر لحظة امزح ما في عصا سحرية للأسف لكني جبت لك عشر نصائح عشان تساعدك على التحرير بشكل اسرع بس اهم شي تطبقها وايضا راح نستخدم اختصارات الكيبورد في هذه النصائح يلا نبدأ playhead to start and playhead to end الحين عندك جزئية تبغى تشيلها من هذا المقطع اذا انت مبتدأ الطريقة الافتراضية اللي قد تفكر فيها تروح بالفارع على الشفرة تقسمنا المقطع ترجع على الاختيار تضغط المقطع اللي قصيته تحذفه هذه حوالي خمس حركات عشان تحذف جزء واحد خلا نسوي تراجع على الحين لاختصار المشوار الطويل عليك هذا الجزء اللي تبغى تحذفه تحط المؤشر بهذا الشكل وتضغط القوس المربع ليسار مع كنترول شفت تبغى تشيل من الجهة الثانية ناس الحركة بس مع كنترول شفت القوس اليمين واذا اضفنا لهم الشفرة بيكون عندك مثل السكين الجيشية عينت لهم اختصارات على كيبوردي بلاي هيد تو ستارت زر رقم واحد الشفرة على زر رقم اثنين والبلاي هيد تو اند على رقم ثلاثة تستخدمها عشان ضبط شكل عرض التايم لاين مثلا لما تكون مسوي تكبير في التايم لاين بس تحتاج تاخد نظرة كاملة على السريع وتشوف وين مكانك بدلا تظل الصغر بالسكرول على الفارة لين اخر شيء بإمكانك اختصار الكيبورد بشفت زد وتشوف التايم لاين كامل لما نغير مكان المؤشر وتضغط الاختصار مرة ثانية بيسوي لك تكبير بالمقدار اللي كنت عليه مفتاح الانتقال الافتراضي منه تقدر اضافة انتقال لفيديو فقط او صوت فقط بدل ما تروح للقائمة وتسحب الانتقال اللي تبغاه اضغط بين المقطعين وبيظهر بينهم لون اخضر لانتقال الفيديو بالكيبورد تضغط Alt T والانتقال الصوت Shift T اما الاثنين هم مرة واحدة Ctrl T انا اشوف هذه الطريقة مناسبة للناس اللي عندهم style موحد او انتقال مفضل وما يبغوا يغيروه تقدر تعين الانتقال الافتراضي بالضغط عليه بزر الفارة اليمين وتعينه من هذا الخيار تقدر تعرف اي انتقال تم تحديده كافتراضي من هذه العلامة الحمرة هذا خاصيته انه يوريك الوقت والمدة للمقطع اللي نزلته من التشجيل الاصلي خلينا نتخيل انك حددت عدة اجزاء من هذا التشجيل وصرت تشتغل على التايم لاين بعدها اكتشفت ان واحد من المقاطع اللي حددتها من دون صوت في هالحالة تجيب مؤشر التشغيل على المقطع وتضغط زر F على الكيبورد راح يطلع عليك تحديد المقطع من التشجيل الاصلي هنا تكمله بالصوت حقه هذه واحدة من الميزات اللي عجبتني على ديفينشي ريزولث وهي انك تعين مثلاً لون التشجيلات ولون اخر لكليبات البي رول عشان تقدر تميز بينهم خليني استخدم هذا التشجيل كمثال من زر الفارة اليمين نروح على كليب كيلر حددت فيلت شوف هنا لون العلامة ولاحظ ان اللون تغير على المقاطع الموجودة على التايم لاين صحيح ان هذا التشجيل اختررنا له لون مسبقاً بس بامكانك تغير الوان المقاطع من التايم لاين ايضاً مثلاً عندك مقطع الباجي هذول بس شفت بداله مقطع احلى او افضل فعشان تبدلهم بشكل سريع تخلي المؤشر على المقطع ثم تحدد التشجيل او مقطع منه وتضغط شفت اف عشرة راح يتبدلوا المقاطع ويتمدد المقطع الجديد حسب طوله على التايم لاين اتمنى يكون صباحكم جميل احلى مؤثرات فير لايت اف اكس واسحب نويس ريديكشن اللي تخفيف الضوضاء على المقطع اللي نريد نمسح منه اللي نريد نمسح منه ازعاج المروحة او الرياح انا جهزت العداد من قبل اكتب الارقام من تحت تقدر تستخدم هذا العداد او تعدل فيه شوية براحتك اتمنى يكون صباحكم جميل القهوة تشحن بطارية مودكم وبانكيك يملي بطنكم والحين باسكت شوية عشان تقارنوا بين الصوت بين الصوت مع المؤثر وبدون المؤثر زي ما سمعت الحين المؤثر خفف الضوضاء بدرجة كبيرة بس خذ في بالك انه يسوي شوية تكتم الى الكلام المنطوق هذه الخاصية تسمح لك بنقل مقطع او عدة مقاطع لبداية او نهاية التايملاين بضغطات زر بسيطة اللي تحتاج تسويه تحدد المقطع او عدة المقاطع اللي تريد تحركهم تضغط كنترول شفت فاصلة او نقطة لتحريكهم يسار او يمين على التايملاين نقدر نسوي هذه الحركة بالفارة بعد بس خلي زر السنابنج اللي هو المغناطيس مشغل مفعل عشان لا تقص وتحذف اجزاء بالغلط من مقاطعك الاخرى نختار اللي بنحركهم مرة ثانية ونسحب بالفارة مثل ما تشوف يلصق مثل المغناطيس في الاطراف المقاطع الاخرى بس اذا رفعنا صبعنا عن كنترول وشفت ما راح يتبدل مع المقاطع الاخرى وبيغطي عليهم راح يخليك تستخدم الميديا على مشاريعك مباشرة من دون ما تحتاج تضيفهم في كل مرة تفتح مشروع جديد على ديفينتشي اثناء تحريرك وشغلك على المشروع بامكانك تضيف عليه عندنا هنا ناس عدلت فيه بالشكل اللي يعجبني ثم تسحبه للباوربين في ديفينتشي رزولف تقدر تشتغل على اكثر من تايملاين من هذا الزر عرض او ديس بلاي ستاكت تايملاين تالي تضغط زائد من اليمين لانشاء تايملاين جديد عامل انك تعلمت شي او عدة اشياء في درس اليوم وش رايك؟ تبيت تتعلم زيادة؟ تقدر تشاهد فيديوهات الاخرى على القناة واشوفك على خير في المرات الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر